أبدت واشنطن استعدادها لرفع العقوبات التي لا تتصق مع الاتفاق النووي الإيراني لكنها لم توضح أي من العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة ستندرج تحت القرار الأخير في ديسمبر الماضي أدرجت واشنطن مجموعة شهيد ميسامي الإيرانية ورئيسها على قائمتها السوداء ومطلع أغسطس 2019 جمدت واشنطن الأصول المالية لوزير الخارجية الإيراني محمد جواز ظريف وفي يونيو من العام نفسه استهدفت العقوبات الأمريكية ثمانية قادة إيرانيين كبار في الحرس الثوري وفيلق القدس وشملت العقوبات أيضا المرشد الإيراني علي خامنئي ومقربين منه في نوفمبر 2018 شملت الدفعة الثانية من العقوبات الأمريكية النفط الإيراني بشكل رئيسي إضافة إلى إعادة العقوبات على البنك المركزي والمؤسسات المالية الإيرانية وطالت أيضا شركات تشغيل الموانئ وقطاعي الشحن وبناء السفن وخدمات التأمين وإعادة التأمين وقطاع الطاقة وفي أغسطس من العام نفسه شملت الدفعة الأولى شراء أو اقتناء الدولار بواسطة الحكومة الإيرانية وعمليات شراء وبيع الريال الإيراني وطالت العقوبات أيضا عمليات بيع أو شراء الذهب والمعادن النفيسة واستهدفت قطاعات صناعة السيارات والطيران التجاري والسجاد الإيراني إضافة إلى حظر استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الثناعية